التقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيزة السعود حفظه الله في مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي في الظهران جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين وذلك على هامش انعقاد القمة العربية التاسعة والعشرين وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الاخوية بين البلدين وبحث مسجدات الاوضاع في المنطقة حضر اللقاء عدد من اصحاب المعالي الوزراء والوفد الرسمي المرافق لجلالة ملك مملكة البحرين كما التقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيزة السعود حفظه الله في مركز الملك عبد العزيزة الثقافي العالمي في الظهران فخامة الرئيس الباجي قايد السبسي رئيس الجمهورية التونسية وذلك على هامش انعقاد القمة العربية التاسعة والعشرين جرى خلال اللقاء استعراض اوجه العلاقات بين المملكة وتونس في مختلف المجالات وسبل تطويرها حضر اللقاء صاحب السمو الملكي الامير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية وعدد من اصحاب المعالي الوزراء والوفد الرسمي المرافق للرئيس التونسية والتقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيزة السعود حفظه الله في مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي في الظهران فخامت الرئيس العماد ميشيل عون رئيس الجمهورية اللبنانية يرافقه دولة رئيس الوزراء سعد الحريري وذلك على هامش انعقاد القمة العربية التاسعة والعشرين وجرى خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون الثنائية وتطورات الاوضاع والجهود تجاهها بما يعزز من امن واستقرار المنطقة حضر اللقاء صاحب السمو الملكي الامير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية وعدد من اصحاب المعالي الوزراء والوفد الرسمي المرافق للرئيس اللبناني كما التقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز السعود يحفظه الله في مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي في الظهران فخامت الرئيس محمد فؤاد معصوم رئيس جمهورية العراق وذلك على هامش انعقاد القمة العربية التاسعة والعشرين وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الاخوية بين المملكة والعراق وبحث تطورات الاوضاع في الشرق الاوسط والجهود المفذولة تجاهها حضر اللقاء صاحب السمو البلكي الامير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية وعدد من اصحاب المعالي الوزراء والوفد الرسمي للرئيس العراقي اشتركوا في القناة